ايه القصة ايه الحكاية تيرانو صنافير فجأة الولايات المتحدة الأمريكية بتدخل في الموضوع فجأة يتم الحديث عن اجتماع ستحضره إسرائيل وتحضره المملكة العربية السعودية لاستلام ملكية تيرانو صنافير مصر فين يا جماعة مصر مش موجودة بيطلع ترند على تويتر تيرانو صنافير مصرية بنرجع نتكلم عن القصة مرة تانية والنظام المصري لا حياته لمن تنادي تيرانو صنافير إذن مصرية ولا سعودية ولا إسرائيلية وإعلاق الولايات المتحدة الأمريكية وليه في التوئيد ده بعد التنازل عنها بكذا سنة بيعاد فتح الملف مرة أخرى أسئلة كثيرة أوجهها لضيفي الذي انضم إليه عبر سكايم من لندن الأستاذ علاء بيومي الكاتب والباحث أهلا بك أستاذ علاء أهلا بك أستاذ علاء إيه اللي حصل ليه تيرانو صنافير عادت للواجهة مرة أخرى يعني أعتقد السبب الأساس هو جهد أمريكي واشنطن دارت بايدن بتحاول تتقرب من السعودية وكذلك من إسرائيل وتحقق إنجاز ما ووفقاً لإكسيوس يعني اللي فجر كل هذه الأكبار هو تقرير لموقع يسمى إكسيوس وهو موقع أمريكي إذا لم أكن مخطئ معروف بتسريباته ومقدرته يعني بمصادره دائماً بتحدث لدولوماسيين دائماً بيبقى عنده اختراقات معينة أخبار خاصة فهم نشروا مقال مرسلهم في إسرائيل من حوالي يعني عيام قليلة بيقول إن السيادة على تيرانو صنافير لم تنتقل للسعودية بشكل نهائي وإن مازال هناك حاجة للتنسيق السعودي والإسرائيلي لإتمام هذه يعني انتقال الجزيرتين من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية بشكل كامل وفيه هناك ربما خلافات سعودية إسرائيلية وإن إدارة بايدن لقيت إن دي فرصة تقريباً إن هي يعني إنجاز ديبلوماسي طبعاً وولادة المتحدة دائماً قريبة من إسرائيل فهمها تبقى يعني خدمة لإسرائيل وفي نفس الوقت فرصة للتقرب من السعودية في ظل الخلافات بين إدارة بايدن والمملكة العربية السعودية في الفترة الحالية طيب أستاذ علاء في بعض التحليلات الحقيقة وهي مقربة من النظام قالت شفتوا بقى إن النظام ما تنزلش عن تيران وصنافير ولا حاجة إزاي شفتوا إن كل الاتهامات اللي قلتوها كانت غلط أهو الولايات المتحدة بتطالب بمين اللي يمتلك تيران وصنافير وده يطعن في كل الأقاويل اللي اتهمت النظام المصري بأنه تنازل عن ملكية تيران وصنافير إيه رأيك؟ يعني رأيي حاجتينا أولاً إحنا لدينا مشكلة دائمة في المعلومات يعني طبعاً هو هي الموضوع اللي يجب لا يجب أن نعتمد على تقارير إعلامية المفروض تكون هناك تقارير رسمية مستمرة من الحكومات المختلفة سواء المصرية أو السعودية أو الإسرائيلية تجاه برلماناتها بحيث نعرف إيه اللي بيحصل يعني لكن موضوع تران وصنافير منذ بدايته يعني موضوع غامض للغاية يعني بيعزز قضية عدم الثقة على الأقل داخل مصر ما فيش معلومات موجودة عنه فمنضطر نعتمد على مصادر يعني غربية أنا قبل ما أدخل الحلقة بحاست في دوائر الأبحاث يعني عن أحدث الأخبار يعني طب إيه اللي حصل منذ أن إكسيوس نشرت هذا الأخبار فكان أكثر حاجة يعني ملفتة هو التقارير الصحف الإسرائيلية يعني زل الحارس يدعو تأحرانوت الاثنين أكدوا يعني أن الموضوع منتهي هي القضية كلها يعني مصر لم تعد جزء من الصورة فيما عدا أن يعني مطلوب بعض الاتفاقيات بين إسرائيل والسعودية لكي تتم الصفقة ويبدو أنها تمت بشكل يعني هي تمت تقريبا بشكل يعني نقول شبه كامل وفقاً لإكسيوس كمان هو الموضوع منتهي لكن هو ما زال هناك هذه وفقاً لاتفاقيات كامب ديفيد انتقال سيادة الجزيرتين يعني يبدو أن إسرائيل ليها دور فيه وفقاً لصحف الإسرائيلية يعني بيقولوا أنه كان وفقاً لاتفاقيات كامب ديفيد يعني هناك يعني الترتيبات معاينة للملاحة في البحر الأحمر مضيق العاقبة يجب أن تكون إسرائيل يعني معنية بيها في حالة تغيير سيادة الجزيرتين فما يحدث حالياً هو أن هناك الجزيرتين بيتم تغيير سيادتهم فهنا بتأتي اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل واللي بتفرد حالياً على أن ربما يكون هناك يعني تنسيق سعودي إسرائيلي بدل ما كان هناك تنسيق مصري إسرائيلي بخصوص الجزيرتين طيب فيه تحليل تاني يا أستاذ عليها الحقيقة من الجانب الآخر بقى من المعسكر المعارض قال شفتوا يا جماعة يعني حتى الولايات المتحدة ما جاءت تتكلم بتقول السعودية وإسرائيل يعودوا مع بعض ومصر مش موجودة أصلاً إلى أي مدى الكلام ده دقيق أن الولايات المتحدة بتطلبه النظام المصري مش موجود فيه يعني هو الموضوع أكبر من أنه مكايدة سياسية يعني هي أولاً يعني الموضوع أكبر من كل ده دي علاقات بين دول نحن دايماً بنسمع أحياناً مثلاً أنه بيبقى في خلافات على الحدود بين دول ومثل هذا الأمر وهذه الخلافات في العلاقات الدولية موضوع معقد جداً وشائد جداً وأحياناً الدول بتلجأ طواعياتاً للمحاكم الدولية بحيث أنها تفصل بينها وبين بعضها فالموضوع لا أعتقد أن هناك مكائد من أحد ولا أمريكا بتحاول بتتجاهل مصر أنا أعتقد أنها بعيدة على المكايدة تماماً هو لك حيرة داخل مصر بخصوص هوية الجزيرتين على الأقل تبدو المصادر الإسرائيلية مثلاً اللي قرأتها اليوم بتؤكد أن الجزر السعودية هذا الموضوع لا أستطيع أن يحسمه باحث بسهولة يجب أن تكون هناك عودة للمصادر الحقيقية ويكون هناك وكما ذكرت الحضرتك حتى الحدود بين الدول بيتم الخلافة عليها والموضوع ليس ما أعتقده أو بأعتقده شخص الموضوع بيتعلق أن في لحظة بوايانة حتى الدول نفسها بتلجأ للتحكيم الدولي حتى تحسم الخلاف فيما بينها فهو الموضوع ليست مكائد سياسية لكن فيما يبدو مصر تنازلت طوعية على الجزرتين البرلمان المصري صدق المحكمة الدستورية أعتقد كان لها حكم الرئيس المصري صدق فمصر تنازلت على الجزرتين انتهى الجانب المصري تقريباً لم يعد هناك دور لمصر في الموضوع ربما هناك لا أعرف كيف تتم ترتيبات الملاحة حتى هذه اللحظة لأنها المشكلة كلها تتعلق بوجود قوات دولية مشتركة بقيادة أمريكية على الجزرتين السعودية بالطالب أن تزول هذه القوات إسرائيل بترفض زوالهم لأنهم بيعتبروا لها ضمانة ولكنها لا تمانع زوال هذه القوات متعددة الجنزيات مع الجزرتين بشرط أن يكون هناك تنسيق أمني ما بين السعودية وإسرائيل وده الذي لم يتحقق هذه اللحظة لأنه بيتطلب درجة عالية من التطبيع بين البلدين سعودية رفضة حتى هذه اللحظة وفقاً للإكسيوس ووفقاً أيضاً لتصريحات أعتقد وزير السعودية الأدلة بها مؤخراً في مؤتمر دافوس سألوه عن التقرير وفقاً للصحف الأسرائية ومرة أخرى أنا أعتمد على صحف أتمنى طبعاً هي عملية صعبة جداً ومعقدة أنك تستطيع أن تعود لكل هذه المصادر لكن هو وفقاً وأعتقد هناك مصادر أخرى هو ليه الوزير الخارجية السعودي ليه تصريح شهير قال إحنا لن نتحرك في التطبيع مع إسرائيل أكثر خطوات إضافية لأنه بذلنا نتمسك برؤيتنا أن المشكلة هي بين الإسرائيليين والفلسطينيين فهو هذا هو الموقف حالياً مصر لم تعد جزء من الصورة هي أصبح خلاف أو قضية سنائية بين السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة بتحاول تبزي الجهود دبلوماسية كأي إدارة أمريكية طبعاً من وجهة نظرهم هم لو استطاعوا أن يحققوا هذا يعني يعني يتموا هذا الاتفاق بين إسرائيل وسعودية حيعتبر إنجاز دبلوماسي ديهم سواء داخل واشنطن في تل أبيب ربما أيضاً سيقربهم أكثر من السعودية فده من وجهة النظر الأمريكي شكرك شكراً جزيلاً على بيومي الكاتب والباحث كنت ضي فيه عبر سكايب من لندن شكراً جزيلاً على بيومي